مرحبا بكم قفازات بيضاء وملابس حمراء وقبعات سوداء شهيرة هذه هي ملابس حراس الملكة في العديد من الاماكن السياحية في لندن ومستمرة منذ سنوات عديدة وعادة ما يقف ثابتا لمدة عشر دقائق وفق البروتوكول ينقص على سيره خمسة عشر خطوة وقيمه بخطوات محددة في المنطقة الخاصة به بعد وقوفه عشر دقائق بدون اي حركة وهكذا يستمر الامر لمدة ساعتين دون يتناول اي طعام او حتى شراب وايضا بدون الاسترخاء وكأنهم تماثيل ولهذا يجب تجنب اللعب معهم ولان الامور يمكن ان تسوق فاذا كنت ترغب في السفر الى لندن فمن الافضل ان تشاهد هذا المقطع ولكن قبل ان ندأ الفيديو فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يساعدنا كثيرا اولا لا تقترب منهم بغض النظر عن عمرك ولكن القواعد هي القواعد اذا كنت تعتقد خلاف ذلك فانت مغدوع فيتبع هؤلاء الحرس دايما القواعد فيمكننا مشاهدة هذا الامر من خلال هذا المقطع عندما اقترب طفلين من المكان المخصص للحارس وقام الحارس بالصراخ في وجههم ومطالبتهم بالابتعاد عن السور ثانيا تجنب الاختراب الشديد اصرارك على العصيان يعتبر من الامور المجنونة هذا ما فعله هؤلاء الاشخاص حتى صرق فيهم الحراس للفرار من المنطقة بعد اصرارهم على البقاء في مكان حراسته مما جعل الحارس شيروا الى سلاحه في موقف صارم والان بالطبع عرفت ان افضل شيء يمكنك فعله في لندن هو اطاعة السلطات لانهم فقط يقومون بعملهم ثالثا لا تسألهم عن اي معلومات كما تحدثنا من قبل هناك سائحون لا يفقهون قواعد البلد وهذا ما حدث وتسبى في فقدان الحارس سيطرته وغضبه فنرى هنافة يقوم بالتقاط الصور وبعدها حاول شخص كان يتحدث في هاتفه الحصول على معلومات من الحارس وبعد اصراره الشديد غضب الحارس وفقد سيطرته مما هجم عليها حتى جاء في النهاية رئيسه لفصلهم عن بعض رابعا لا تلتقط الصور دائما نريد التقاط الصور عند معرفتنا بمكان جديد بدون معرفة ثقافة وقوانين هذه البلاد حسنا تلك السيدة لم تكن تعلم ان التقاطها صورة بجانب الحارس سيتسبب في غضبه حيث قامت بالاقتراب منه ولكنه في النهاية قام بدفعها بيده من الاكتاف لكي تبتعد عنها خامسا لا تقف امامهم اذا لم تتمكن من الاقتراب منهم ولا التقاط الصور بجانبهم فلا تقم ايضا باعاقتهم عن طريق الوقوف امام سيرهم في الطريق لانهم يسيرون دون توقف ويمكنهم ضربك اذا حولت تعثر طريقهم سادسا لا تعصيهم هناك اشخاص يسرون على خرق القواعد عندما يكونوا وجها لوجه مع هؤلاء الحراس حسنا هذه المرأة التي تظهر في الفيديو تغطت حاجز المدنيين لكن الفتاة لم تقضع للقوانين ووقفت في طريق الحراس وبالطبع لا يقف الحارس بدون فعل اي شيء حتى قام بضرب الفتاة ومن المؤكد انها تعلمت درسا بعد هذا الامر سابعا الضحك من المدهش ان لا يقوم الحارس بالضحك بعد محاولتك لاظهار ابتسامته لانهم بشر مثلنا حسنا هؤلاء الفتيات كنا يحاول نلتقى بعض الصور وفي نفس الامر جعلوا الموقف ترفيهية مما جعل الحارس يبتسم ووصل الامر لاخذ قبلة على الخد حتى ضحك ايضا قام هذا الرجل بالمزاح مع الحارس ولم يستطع الحارس اخفاء ضحكته ثامنا لا تلمس اذا كانت هناك قوانين لمنع الاقتراب من الحراس فيمكنك تخيل لمس احدهم حسنا تجاوز هذا الفتى حدوده وبدأ بالاقتراب والتصوير مما جعل زميل الحارس يتحدث معه ولكن السمر في التصوير مما جعل الحارس يصرق في وجهه حتى يبتعد عنها كنا نريد ان يكون هذا الموقف مجرد مقلبا ولكنه حدث في الحقيقة وتخطى الحدود كل شيء بدأ عند اقتراب هذا الرجل من الحارس وبدأ في مضايقته في وجهه مما جعله يفقد عقله وصفعه على وجهه حتى سقط على الارض حسنا الامر لم ينتهي عند هذا الحد ولكن الرجل عاد في يوم اخر للثأر من الحارس اقترب منه وصفعه على وجهه ليسقط الحارس على الارض وشعر كل الحاضرين في المكان بالحرج من هذا الموقف شكرا لكم على متابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك في القناة وكذلك مشاركة هذا الفيديو دمتم بمحبة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته